الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أمام أحداث جارية ربما سمعنا عنها من قتل من انتحار إلى غير ذلك من هذه الأمور ليس لنا إلا أن نصبر إن العلاج الناجع في كل هذه القضايا هو الصبر فصبر جميل أمام أمر لم يتحقق أمام هدف وبغية لم تتحقق إصبر ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إصبر وسترى أن عاقبة الصبر خير سترى أن عاقبة الصبر فلاح ونجاح إن نبينا عليه الصلاة والسلام وجد ما وجد من الإذاءات والاضطهادات وكان من الممكن أن يرفع يديه يقول يا ربي احمنا وادفع عنا ادفع عنا هذا الإذاء لكننا لم نقرأ أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا مولانا بهذا ذلكم لأن رسول الله يضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر اصبر على اختبارات وامتحانات الحياة لأنك في الدنيا سترى عقبات في الدنيا سترى هذه الأمور قال الله تعالى أحسب الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر صابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنما إنسان يرى لأول وهلة فشلا مثلا أو لم تتحقق بغيته ولم يجد مرادة ينتحر يزهق روحه هذا ليس إيمانا على الإطلاق أحبة أكارم ننا حين نتتبع حديث الله تعالى عن الصبر في القرآن ستلمح ملمحين أو ثلاثة يقول الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أواخر سورة النحل وبدأت سورة الإسراء الإسراء الذي فيه معاني الرفعة معاني المعية الإلهية معاني العناية الإلهية والحماية الربانية أيها الصابر أنت في معية الله أيها الصابر أنت في العناية في عناية مولانا جل وعلا تعالى إلى ملمح آخر أواخر سورة الطور مع أوائل سورة النجم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وبدأت سورة النجم التي يتحدث الله فيها عن المعراج وما معنى المعراج؟ المعراج علو رفعة كيان رقي أيها الصابر ستجد كل رفعة ستجد معية الله ستشعر أن ربك معك يعينك يوفقك لا تيأس لا تيأس من رحمة الله لا تيأس من روح الله قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم يبث فينا روح الأمل يبث فينا روح العمل يبث فينا الهم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرم وأن مع العسر يسر وربنا في سورة الشرح والشرح إن شراح صدر الشرح أمل وتفاؤل يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أمقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى مولانا جل وعلا في مشكلة اجتماعية أسرية وهي مشكلة الطلاق في أول آية يختم أول آية في سورة الطلاق يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فارض بقضاء الله واصبر ستجد الخير كله اللهم يا مولانا اجعلنا من عبادك الصابرين اجعلنا من عبادك الصابرين المخلصين المخلصين الراضين بقضائك يا الله اجعلنا من أهل الرضا اجعلنا من أهل القناعة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله